عايز خوش انت على منتخب مصر صح؟ يلا بينا تصريح اللي قاله أحمد الشناوي اسأله كابتن حسان حسن اللي ما بنضمش للمنتخب وأن الموضوع مش فني رأيك في ايه ومعلوماتك عنه أنا هقول معلومات مش هقول رأيي لك أنا هقول معلومات من داخل لا أحب اسمها رأيك برد لا رأيي أنا شايف أنه منطقي أنه أحمد الشناوي ما يكونش موجود لأنه إذا كان شوفنا أكتر من مباراة مهمة هو كان سبب أنه بيرامد زبي خسر فيها وده كان واضح للكل معلوماتك معلوماتي أنه طبعا الكابتن حسام وصله بالتأكيد للتصريح ده ومن المقربين الكابتن حسام كان رده أنه أولا هو أحمد الشناوي كان فين من المدربين اللي كانوا قبل جدا في المنتخب يعني ما كانش متواجد ما كانش أساسي ما كانش أنصر أساسي في المنتخب رقم اثنين هو نزل بمعدل الأعمار فبالتالي أصبح محمد الشناوي هو أكبر واحد محمد عوات سنه أقل مصطفى شبير فده التدرج اللي هيبقى عنده ثم إن هل أحمد الشناوي لو انضم هيقبل أنه هو يقعد احتياطي بعدما الأزمة اللي حصلت قبل كده لو نتذكر مع محمد الشناوي والخلاف على القميص والكلام ده كله رقم أربعة نفس اللي أنا قلته بالأول أنه أحمد الشناوي نفسه هو يعني بيبقى سبب من أسباب هزائم في بعض المباريات المهمة والحساسة لنادي برامة زواليه نقضي كبير جدا فبالتالي هو استبعاده لأسباب فنية بحث ترجمة نانسي قنقر